السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو 11 الموتر هوم اللي معي اليوم اسمه أذريا اسمه طراز الماتريكس أكسز 670 SL بالنسبة للسعر والمواصفات الخاصة بين الموتر هوم تبع اليوم موديل 2023 جديد كليا فيه أماكن نوم لخمس أشخاص خمس أماكن مسافرين سعره مليون ومية واربعة وخمسين 1000 كرون شامل الضريبة للبيع داخل السويد سعر التصدير 87600 دولار الموتر هوم مبني على سيارة فيه موديل 2023 علبة السرعة أوتوماتيكية سعة المحرك 2.2 لتر قوة المحرك 140 حصان الوزن الإجمالي للموتر هوم مع وزن التحميل الأقصى 3500 كيلو جرام 3 طن ومص اللي مقيمين بأوروبا فيكن سقوة على شهادة بيه طول الموتر هوم بالكامل 748 سنتيمتر يعني سبعة متر ونص عرضه مترين وتسعة وعشرين وارتفاعه مترين وواحد وتسعين الموتر هوم مجهس بالخارج بمضلة على طول الكارفان بشتغل بشكل يدوي عن طريق ذراع تحكم بتم شبكة بهاي النقطة الموجودة عندي هون هذا الكراج منطقة الكراج موجودة تحت سرير الأبوين دائما بالموتر هوم النصف مدمج للأمام قليلا في عندي فتحة صيانة صندوق التواليت بالإضافة لفتحتين لتهوية الثلاجة الباب الرئيسي وبعدين بالمقدمة هون ورا الباب عندي مخرجة تيفي بحسن بشبك تيفي بالخارج كل الوصلات موجودة هون ومدخل كهرباء 220 فولت وكرسي المرافق من هون الولوج هاي مساحة تخزين الكراج اللي حكينا عنا هذا شكلة واسعة كتير جدا بالداخل على عرض الكارفان مجهزة بإنارة خاصة فية بالإضافة هون مكان للشبك الكرسي الإضافة تبع المسافر الخامس هون في عندي ماخذ كهرباء 12 فولت مجهز بفيوز 10 أمبير مساحة تخزين على عرض المساحة بالإضافة إنه ممكن ركب دوش خارجي بهذا المكان هون عندي مجهزة مشان مباشرة بس منشيل هدول البلاستيك ومنحط مكانهم البراغي ومنثبت حامل الدراجات هوائية هذا شكل الموتر هون من الخلف إنارة LED كامل مثل ما تعودنا بالطراز الحديث من أدريا الجنب الآخر للموتر هون طبعا كمان مزود بباب تاني للكراج اللي شفنا من الداخل في عندي فتحة تخزين أسطونات الغاز عدد اثنين عدم جهاز التدفئة ومدخل تعبئة مياه الشرب والإضافة لباب السائق الموتر هون مزود بدرج كهربائي لسهولة الصعود والنزول للموتر هون وإضاءة وقت الليل لما منفتح الدرجة بتستغل التحكم بالدرجة الكهربائية بتم عن طريق المفتاح اللي موجود عندي هون الباب الرئيسي كالعادي ستارة تعتيم وقت الليل سلة المهملات على الباب النمطي طبع أدريا وبعدين الباب العازي لدخول الحشرات فتحه وأغلاقه سحب وهلأ صار وقت ندخل لداخل المدرهم الصوفة مباشرة بعد قسم القيادة والهدف أنه لما مندير الكراسي تابع السائق والمرافق بنضمه لغرفة المعيشة أو غرفة السفرة فبيصغير في عندي أماكن خمس أشخاص للجلوس تناول فطور غداء عشاء أي إن كانت الوجبة هذا الشكل هذا المكان في عندي نافذة ستائر قماشية بالإضافة لستائر تعتيم وستائر مانع على المشرات إضاءة LED مثل ما يشايف بكل المدرهم بالإضافة هون للسقف الجميل مثل ما يشايف كمان هون في خزانة بالأعلى كتخزين الأغراض الشخصية وفي تنين بالمقابل هون هون لوحة التحكم تبع هاي هي اللوحة التحكم الرئيسية هيك فيها تشغيل إيقاف تشغيل مضخة المياه مستوى البطارية الإنارة بالإضافة لمستوى المياه بالكارفان وشوية عددات تانية هون لوحة التحكم بجهاز تدفئة للأسفل تماما في عندي قاعة التلفزيون بنسحب للأسفل وبعدين منطلع القاعدة ممكن توجيها لكل أنحاء أو أقسام الكارفان بنسحب هذا للأسفل وبعدين للخارج بس نسحبها للخارج بصير في عندي حرية حركة بسحب هذا الذراع التيفي بركب على هاي القاعدة الخلفية هون فممكن أوجهه على غرفة السفرة على المطبخ أو على غرفة النوم على حد نسوى واستخدامك سهل وقت نبنتهي التلفزيون بيكون معلق مكانه ما في داعي ننزله نجيبه لهون طب الحركة الحلوة أنه حتى التيفي محسن نحطه بالطول إذا كان حجمه كبير فبيصير بشكل طولي هون بس منفتل هاي بهاي الطريقة فبيركب مكانه لحتى يعمل الكليك نكون أممنا عليه مشان السفر فوق قاعة التلفزيون إذا بلاحظ هون في عندي رسمة السرير وهون في مفتاح مخفي هاي للسرير العلوي رح نشوفه مع بعضنا هلأ طبعا هو هذا السقف نفسه رح يتحول للسرير مجرد نضغط على الزر اللي شفناه مع بعضنا فباليش بالنزول غالبا لازم نجهز ننزل المساند الظهر تبع الصوفا قبل ما نبلش ننزل السرير وعملية نزولة سهلة كتير بس منظل ضغطينا على الزر لحتى يوصل المستوى اللي بدنا يا ومنوقف عند هذا المستوى طبعا الإنارة بتفصل تباية السقف بمرحلة معينة بتشتغل إنارة السرير الخاصة بس لغين الفاصل الظاهر وقت العرض ما رح ننزله أكثر من هيك هذا هو السرير طبعا فيه له سلم هذا هو السلم هون وهون مكان اللي بنشبكه فيه اللي هو محلين هون مؤمن حديد بيركب السلم هون وبعدين فيه عندي شبك خاص في حال حبينا النيم أطفال فمنسحب الشبك بس ومنشبكه بالأعلى متل ما يشايف هاد هو رح نشوف طريقته مع بعضنا شوي تصوير والشغل بيد واحدة صعب طبعا هادا بنعمل طوله متل ما بدنا فبيحمي إزا عنا أطفال ما يقعوا على الأسفل والزر له آآ فاصلة مشان إزا حدا حاب يلعب بالزر ونحنا يمين فوق ما بيصير أي شيء إن شاء الله تعالى طبعا هادا الشبك في منه بالطرف الثاني كمان بالأمام هوني فوق غرفة القيادة نفس العملية وليضاف إلى ستارة مشان الخصوصية أو إذا الأطفال نايمين وحبينا يشغل ضوء تبع الكرفان ما يصير مصدر إزعاج بالأرضية هون في عندي هاي الفتحة مشان تفريغ خزان المياه طبعا ساعته مية وستين لتر بتوقع من هاي الأكرة اللي موجودة هون عندي بحسن بفضي كل الخزان أو عيفيه عشرين لتر أو ألغي الأفراغ بالكامل فبيضل محافظ على كمية المياه الموجودة فيه بعض غرفة معيشة مباشرة عندي المطبخ ثلاث جرارات بثلاث جرارات أبخزانتين بالأعلى بالإضافة للبودوغاز تصميم الجديد مش ما نوهنا سابقا هذا البودوغاز مخصص للموترهوم والكارفان فلتر هواء بالأعلى لشفط الأبخرة أثناء طهي الطعام طلما يسمع هيك وهي إنارة للنافذة بإضافة للإنارة الكاملة طبعا المطبخ هذا هو الشكل والمجلة طبعا مقام بالصدق مياه برضو ساخنة دائما موجودة مقابل المطبخ تماما في عندي هاي الخزانة ممكن تركيب ميكرويف كما حكينا بفيديو سابق وهي الثلاجة طبعا مدمج الفريزر مع الثلاجة اتنينتهم بالبعض مو مفصولين وبتشتغل اه 12 فولت 220 فولت وغاز منزلي أي مصدر طاقم توفير ممكن تشغيل هاي الثلاجة للأمام شوي هون عندي الحمام الشاور مجهز فتحة سقف كبيرة بالأعلى مع كل الستائر بالإضافة إلى الشاور مخرج لجهاز تدفئة بالأسفل مشان تدفئة هاي المنطقة وباب عازم مشان المياه ما تطلع للخارج مقابل الشاور تمام مع الطرف الثاني في عندي الحمام اذا بفتح بابه للأخير بيصير عازل بين الصالون او بين الصالة تابعة المعيشة والحمامات فيها التواليت خزانة خزانة مع فيش ميتين وعشرين فولت المجلة عفوا المغسلة مع مساحة تخزين بالأسفل والتواليت هون غرفة النوم الرئيسية فيها مساحات تخزين كتيرة بإضافة لمساحة على اليسار ومساحة على اليمين ممكن نشوفه مع بعضنا بيفتحوا بشكل كتير حلو وهذا الفراش لإضافة لإكستنشن هذا شكله عمقه من الداخل طبعا نوافذ على كلاد جانبين ثلاث مساحات تخزين بالأعلى بإضافة لفتح السقف ممكن نفكه والركب مكيف وهذا الإكستنشن نصحبه من هنا